أطيب تحياتي وألا وسهلا بكم كلنا بنعرف موقع Stack Overflow هذا الموقع اللي بتلاقوا فيه كودات جاهزة من أشخاص وليس من شركات بتقدروا تسألوا الأسئلة اللي بتكون ياها على هذا الموقع وهو الموقع الأول بالنسبة للمبرمجين تقول لإحصائيات أنه 90% من كودات المبرمجين عادة تكون من Stack Overflow ليش؟ لأنه ليس فقط أنت بتقدر تسأل سؤال وإنما أحيانا بتقدر توضع سؤالك وبعض الأشخاص ممكن يحسنوا لك الكود يعطوك طريقة أخرى لتحسين هذا الكود الميزة المخفية نوعا ما في Stack Overflow هي أنه فيك تتدرب على مهاراتك البرمجية طيب إذا رحنا على الموقع الرئيسي Stack Overflow هم لحنلاحظهم في عنا تاغات مثلا جافا سكريبت عنا HTML Angular إذا كبسنا على إحدى هذه التاغات لنقول جافا سكريبت أنا بدي أتدرب على الجافا سكريبت لحنلاحظ فيه أكثر من مليونين سؤال فقط إذا منضغط على الـ Unanswered هون الأسئلة الغير مجابة لحنلاحظ أنه في عدد كتير كبير من الأسئلة في بعضها أسئلة قديمة في أسئلة حديثة في أسئلة تم الإجابة عليها ما بعرف ليش موجودة ضمن الغير مجابة عليها لحنلاحظ هذا السؤال مثلا من 46 ثانية عم يقول Keeping Eye Frame أو Image Ratio When Resizing On High طيب لحنشوف هذا الشخص عم يكتب الكود تابعه هون بالنسبة للأشخاص يلي إنجليزيت هون الضعيفة لحن أخذ هذا الكلام ونعمله ترجمة طبعا كلنا بنعرف أنه ترجمة جوجل سيئة ولكن على الأقل بإمكان هذه الترجمة تعطيك فكرة عن الكلام المكتوبي تمكنت من الحفاظ على نسبة الآيفرين نفهم من هذا الكلام أنه هذا الشخص عم يحاول يعطي آيفرين لنفترض أنه هذه آيفرين يلي موجودة هنا ولما عم يقوم بالتصغير عم يحصل تضارب بقياس الآيفرين بعض الأشخاص بيكونوا عم يصيغوا أسئلتهم بشكل جدا جيد وحتى بالنهاية عم يعطي هون لينك للكود لح أضغط على اللينك لاحظوا هون عم بعمل التصغير والتكبير طبعا عم يطبع لي هون المساحة وعم يعطيني هون الكود كاملة هذه فرصة جدا ممتازة شخص عنده مشكلة حقيقية ضمن كود حقيقي وواقعي ويريد الحل طيب لنفترض أنه هذا الشخص حاطت كود الجافا سكريبت وما في الـ HTML والـ CSS خلينا ناخد مثلا هذا المثال تقول السائلة هنا هذا السؤال من حوالي 50 دقيقة اسمها ساندي تقول هذه السائلة أنه بدأ تحول مصفوفة جافا سكريبت إلى Object JSON طبعا السؤال تم صياغته بصيغة خاطئة بطريقة خاطئة ولكن على الأقل الناس فهمة شو عم تقول هي أنه بدي أنا أدخل هذه المصفوفة وخرجها كمصفوفة لاحظوا كمصفوفة ولكن بشكل آخر شو الشكل الآخر هون منلاحظ عم تقول الـ parent هو parent underscore one child وهذه الأمور بينما هون الـ parent عم تتحول لـ object child عم تتحول لـ مصفوفة داخلها في عنا name ABC عم نضيف شيء جديد وهون عم نعطي الـ data عم ناخدين الـ data إذن عم تقوم بتحويل هذه لهذه بإمكاننا بكل بساطة أنه نحن ناخد هذا الكود طيب إذا أنا أخدت هذا الكود هذا وين بدي أوضعه هذا الكود لاحظوا أنه هذه هي مصفوفة لذلك بكل بساطة بإمكانك تأنشئ ملف على الـ desktop أو أعمل فولدر إليك اسمه test وسمي في فولدر إتش تيميل فايل إتش تيميل ولاحظوا ضمن هذه الإتش تيميل ما محتاج جرافا سكريبت ضمن هذه الإتش تيميل فقط لنروح لنهاية البادي ولحضيف هون سكريبت وبما أنه هذه مصفوفة إذن لحقل له لت أو كونس لحعرف فاريبل نحق سمي م أو أو من أولد مثلا خلينا نسميها أولد يساوي ولحق أوضع هذا الكود لاحظوا الكود صار موجود عندي بهذا المكان النتيجة بدأ تكون هاي لذلك هاي بتكون موجودة على الجانب ولاحظوا هذه النتيجة طيب شو اللي بدي أعمله هون لحاعمل إذا كونسول دوت لغ لهذه المعلومات شو هي المعلومات هي لحعمل سيف ولح أفتح هذا الفايل بي البراوزر لحكبس اف تناش لح نلاحظ أنه طلعت عندي الاراي وموجودين عنها إذن أنا قدرت أحصل على المصوفة اللي بدي أحصلها لي أو اللي بدي أعمله هو أني أعمل مصوفة جديدة لاحظوهم بعد الأولد لحقل له لت نيو أو كمان مرة جديدة كونست نيو يساوي ولحقامل مصوفة أو هي بدي أوبجيكت خلينا نقول ولكن مبدئيا لحقامل مصفوفة طبعا كلمة نيو محجوزة لذلك خلينا نغير فقط لحنا عملها نوي باللغة الألمانية ولاحظوا هيك عطينا ليت نوي وهذه النوي يساوي لحقل له على سبيل المثال أوبجيكت دوت آآ كيز أو خلينا نقول فاليوز ولح تاخد الفاليوز من الأولد بعدين لح نعملها ماب يلي ما بيعرف هذي الأمور هذي الأمور كلها شرحت أنا لستو بصدد حاليا شرح الجافا سكريت عم فأرجيكم بس كيف نحنا منستخدم هذي الأمور إذن الماب تاخد الفنكشن بعدين لحقل له أم لح تؤدي إلى أم لحقامل سيف ما في أي شيء ليش لأنه ماعملت كونسول لذلك لحاخد كونسول وأعمل له هون بدل الأولد لحقامل له نوي ولحظوا هون طبعت لي المصوفة مرة جديدة تمام إذن هون المصوفة الأولى هون المصوفة الثانية نفسها تماما طبعا أنا اللي بدي أعمله ما بدي أظهر الأم أنا بدي أخد مثل ما عم تحكي هي بدي أخد اتنين باراميتر اللي هن الأم والأن فرضا وقوم بإعادتهم بشكل مختلف طيب بعد ما أنت حلت وحاولت لمدة مثلا ساعة أو ساعتين وطلع معك حل معين سواء جيد أو سيء أو أحيانا معرفة الحل الميزة الجميلة هنا أنك أنت نح ترجع بعد شوي لنفس السؤال لح بتلاحظ أنه الستاك أوفرفلو صار في مبرمجين أفضل منك ضاف الكود وعمل حل مناسب طبعا هذا الحل الذي تم اقتراحه وخلينا ناخد هذا الحل من هون ولحروح للسكريب تبعي لحعمله بهي الطريق وعم يعمل لي كونسول وخلينا ناخد لاحظوا هون فعلا أعد لي المصوفة بأربع أسطر وبالشكل يلي طلبته إذن هذا الحل موجود طبعا بالنسبة لي أنا صوتت لهذا الحل لأن هذا الحل عم يعطينا ياها على شكل فانكشن خلينا نقول بما أنه لاحظوا هون أي أريا أي مصوفة بداياها لح تعمل فقط تكتب اسم الأريا وتكتب اسم الأوبجيكت اللي بدها يا طيب ليس الهدف هو حل هذا السؤال ولكن كان فكرة ممتازة جدا كنت أقوم بالحل ولكن هذا الشخص أعطى حل ممتاز هذا كمان حل جيد وهذا حل جيد لاحظوا هذا الحل معقد قليلا ولكن كمان حل جيد وهذا أحيان الحلول أنا كنت عم حل بهذه الطريقة تقريبا ليس بالجيكويري ولكن نوعا ما بهذه الطريقة عم قوم بإنشاء مصوفة وعلى فكرة جميع هذه الحلول تقوم بإنتاج نفس النتيجة ولكن المهم هنا أنك أنت عم تقوم بعمل شيء ما عم تقوم بشغل عم تقوم بحل الكود حل وظائف وبالنهاية يقوم شخص أخر بالحل لذلك أنت عم تستفيد من طريقة الحل الأخرى والأكثر فعالية طبعا بالنهاية كل ما جوابت أنت على أسئلة أكثر وبشكل صحيح لك تأخذ reputation أو تقييم أعلى بالموقع وتقييم stack overflow طبعا لن يضيف لك شيء في الحياة ولكن هو مهم هو شيء جميل أنت على الأقل بتشعر أنك أنت عم تتدرب على الكود بشكل صحيح مثل ما عم نشوف هون عندي هذا السؤال إذي قمت بالإجابة عليه وإجابة صحيحة وأخذت هذا الصح وصار عندي reputation ب43 طبعا في أسئلة أخرى أجبت عليها لذلك برجع بإلكم بأوقات الفراغية اللي ما بيعرف شو بدأ يعمل بيمكنكم دائما تفتحوا ال stack overflow تقدروا تبدأوا مثلا بال HTML أو CSS تدخلوا تشوفوا ليش في فرق بين العرض والارتفاع وهذه الأمور طيب بالنهاية أتمنى أني كون أضفت لمعلومات تكون معلومة جديدة أو أعطيكم طريقة جميلة لحتى أنه تتدربوا وتصيروا أفضل بالكودينج بالنهاية لا تنسوا الاشتراك بالقناة مشاركة الفيديو هذا كل شيء لليوم باي باي